صادق برهم صالح الخميس على قانون الانتخابات الجديد مع جدول الدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس النواب تمهيدا لإجرائها في حزيران من العام المقبل وقال صالح في كلمة لأن الانتخابات الذي صادق عليه يمثل تغييرا نحو الأفضل وقال إن الفساد الانتخابي آفة خطرة وقانون الانتخابات يمثل تغييرا نحو الأفضل التزاما بأستوري صادقت على قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة إن إقرار هذا القانون يأتي بعد دويل وقد كان إصلاح قانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وإصلاحاتهم نعم أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوط عليه في مجلس النواب ويقينا لا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه لكنه في الوقت ذاته تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم وصولا إلى أمر للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم إن مؤسسات الدولة المعنية مدعوة اليوم بعد إقرار ومصادقة قانون الانتخابات إلى الإصراع في لبات إجراءي انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما في ذلك التسجيل البايومتري والعمل على أن يكون هناك فاعل وجاد بين الأمم المتحدة والمفاوضية المستقلة للانتخابات وتأمين الرقابة والإشراف لضمان نزاحة العملية الانتخابية فإنما شهدته العملية السابقة من طعون وشكوك وهواجس كانت سببا رئيسيا في عزوف المواطنين عن الانتخابات وقوضت ثقة المواطنين بشرعية النظام القائم والعملية التي برمتها